سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع جديد ودرس جديد سنتكلم فيه اليوم بإذن الله عن كيفية تغيير لون القميص أو السيروال أو البزة في برنامج الفوتوشوب بكل سهولة وكيف تحول الصورة من إنسان يرتدي بزة زرقة إلى بيضة سوداء كما تريد على سبيل المثال سوف أعرض عليك ماذا سنشرح فابقوا معنا مثال تحويلها إلى هذا اللون أو إلى هذا اللون وهناك طرق متعددة سأشرح طريقتين سهلة للغاية قلم علي فعله هو التوجه إلى القائمة فايل أوبن وأختار الصورة التي أريد أعمل عليها صورتها الشخصية إذا أردت ذلك ثم أنا مختار الباكراوند والصورة أضغط على هذا الإختصار create new layer بعد أن أفتح اللاير الجديدة أستطيع أن أسميها black مثلا لا أريد أن أطيل عليكم المهم أتركها كما هي لا تريد تعيير اسمها ثم أختار أداة البراش تول هكذا بهذا الشكل أريد أن أركز على شيء وهي أهم خطوة في هذه العملية ككل من هذه القائمة لا أتركها normal أتركها color أحولها إلى color وأبدأ بالتلوين على سبيل المثال إذا أخطأت وأنا ألون بهذا الشكل أخطأت وتجاوزت والحد المطلوب أستطيع أن أصحح الخطأ مثلا هكذا بهذا الشكل كل ما علي فعله هو كما تشاهد معي إلى الآن control z وأتراجع عن الأمر الأخير وإذا كان أكثر من أمر وأستطيع مثال أنا ألون هكذا وألون وأتجاوز في كل مرة من السيء أن أتعامل مع control z كل ما علي فعله هو بكل سهولة أختيار أدات البراشتول الممحات عفوا ليس البراشتول بهذا الشكل أختار الممحات وأمحي الجزء الذي تجاوزته بكل سهول هكذا أمحي اليد الذي تجاوزته أريد أن أنبه إلى شيء لديك كل الوقت لتعمل على التفاصيل الدقيقة فلا تتسرع إطلاقا في العمل حتى يأتي العمل احترافي ولا يظهر على أنه فقط خربق نعم بهذا المصطلح هكذا حتى لا أطل عليك فقد أعددت الأمر مسبقا ها هو يظهر بشكل احترافي جميل لن تعرف بأن الصورة القميص فيها هو أزرق وليس أسود الطريقة الثانية وهي كالآتي كل ما علي فعله هو تحديد اللاير التي أعمل عليها ثم أختار صوليد كولور صوليد كولور أختار اللون البزة الذي أريد أن أعمل عليه كيفما أريد ليس هناك أي مشكلة أختار هذا أقف على هنا أكد لي أنك تقف هنا كونترول ديليت كونترول ديليت بهذا الشكل أكد لي على أنك اخترت كولور وليس تتركها نورمال كولور بهذا الشكل ثم أقف على الممحات أكد لي أنك تقف على اللاير الصحيح وأكد لي أنك مختار الأسود في الأعلى حتى تبدأ بتلوين القميص بالشكل الجيد أريد أن أؤكد على أن تقوم بالعمل بتأني ولا تقوم به بسرعة فأنا فقط أشرح الدرس أكد لي أنك تعمل بدقة وبتأني مثلا إذا أخطأت فأنا تعملت أخطأ بهذا الشكل مدى أفعل أستطيع أن أرجع كونترول زاد ولكني لا أحب بالذلك الأمر فقط أريد منك أن تعمل على راحيتك ثم عند الانتهاء وتلاحظ تلك الأخطاء كل ما عليك فعله هو أن تعكس وتجعل اللاير البيضاء فوق وتنزع الأخطاء التي قمت بها بكل سهولة بهذا الشكل فالأمر ليس بالصعب وليس بالمعقد هو بسيط للغاية وتجعل من صورتك حتى لا أطيل عليك فقد فهمت الفكرة أنا أعددت والصورة مسبقا وهي بهذا الشكل شكرا على حسن المتابعة والإصغاء حتى ألقاكم من جديد إلى اللقاء شكرا على المتابعة والإيذber للمشاهدة أيضا شكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر